لا زال المشاهدين وصلني هذا برنامج وجه لي وجه وانتقل إلى استوديو ديوان الصحافة مع زميل الساد عودي صليلي ونقول لكم تسبح الله على خير شكرا أبو أحمد مشاهدي الكرام أسعاد الله وقاتكم بكل خير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة اليوم طبعا يمكن استكمالا للحديث مع الزميل أخ أبو أحمد على موضوع فعلا زيادة الإسعار لا زال موضوع زيادة الإسعار أمانة يعني يحظى باهتمام صحفنا المحلية قلت قبل قليل زميل محمد الملة بأن صحفنا المحلية اليوم تعمل مقارنة بين مواد خذائية المصيبة الآن ممسألة فقط أصبحت موضوع مواد بناء وارتفاع إسعار البناء وتسكير المخابز التنور والمخابز الإيرانية لا الموضوع انتقلت إلى المواد الخذائية وبالتالي سنشوف بعد قليل في صحفنا المحلية بالأدلة والبراهين الأسعار القديمة والأسعار الجديدة ونتمنى أن نشوف رد من وزارة التجارة التي لا زالت تردد وتقول بأن لا توجد هناك زيادة وسنحاسم الشركات التي تزيد الأسعار عموما صحفنا المحلية اليوم أعتقد قاعدة تعطي بطبق من ذهب لوزارة التجارة بالأدلة والبراهين كيف أن للأسف الشديد الشركات تتلاعب في موضوع رفع الأسعار وهناك زيادة كبيرة جدا في الأسعار دون حسيب ولا رقيب ولازم ننتظر ما هو الإجراء التي ستكون فيه وزارة التجارة لمعاقبة من قام بتلك الزيادة ويبدو لحد اليوم بدأنا بواحد وواحد 2015 موضوع راح تدعم نديزل وزارة الأسعار اليوم يوم السبعة يوم ثمانية بنديش ولحد الآن تصريحات الوزير ما شفنا أي شيء على أرض الواقع بالتالي قد تمر الأيام تمر الأسابيع والشهور وبالتالي الكل ينسى وتستمر الأسعار مرتفعة دون أن يكون هناك شيء وهذا للأسف الشديد هو المتوقع أن يحدث في المستقبل هذا موضوع مشاهد الكرام لا زال موضوع مهم جدا لصحبنا المحلية ويحظى باهتماماتها منذ أول يوم من بداية هذه السنة من رفع الدعم عن نديزل موضوع آخر اليوم مجلس الوزراء كذلك كان فيه اجتماع مهم جدا تلاوى الموضوع الرياضة هيئة الشباب ورياضة قدمت رؤية لتطوير الرياضة مجلس الوزراء وافق عليها من ضمنها طبعا التأمين الصحي على الرياضيين وأمور كثيرة تتعلق برياضة بالإضافة أن طلب من هيئة الشباب ورياضة وأخيرا بأن يكون هناك مشروع لخصخصة الأندية وبالتالي يبدو فعلا أن هناك تحركات كبيرة على موضوع تطوير الرياضة كذلك اليوم مجلس الوزراء ومجلس التخطيق الأعلى أقرر الخطة المنائية لـ 2015-2016 وهي خطة طبعا سنوية ضمن خطة الدولة لأخاية 2020 هذه مشاهدة الكرام هي من أبرز أخبارنا المحلية لكن هناك أمانة خبر دولي مهم جدا يجب أن نتوقف عليه اليوم طبعا كان هناك هجوم إرهابي على صحيفة فرنسية وشفنا هذا الأمر ويمكن حدث استنكار عالم ونحن من خلال هذا البرنامج طبعا نستنكر هذا الأمر لكن نضع علامات استفهام كبيرة جدا ماذا يحدث لماذا هذا التشويه الكبير جدا اللي نشوفه من داعش ضد الإسلام اللي قاعد نشوفه من القاعدة اللي قاعد نشوفه في القتل وضرب المدنيين بهذا الشكل وبالتالي لا أعلم أمانة شنو اللي قاعد يحصل ولماذا هناك بعض من يدع بأنه مسلم يشوي سمعة الإسلام ويكره يعني العالم في الإسلام وفي المسلم هذه الأحداث أمانة سواء كان اللي قام فيها مسلم وغير مسلم مستنكرة ومدانة وأساسا الإسلام بري من هذه الأمور وبالتالي هذه الأمور قاعد تنقلب عكسا وقاعد تشوي السمعة يعني ما خلصنا من موضوع تفجيرات القاعدة في برجين التجارة العالمي الآن وصلنا إلى مرحلة داعش والقتل في العراق وقتل رجال أمن الحدود في المملكة العربية السعودية واليوم للأسف الشديد نشوف داعش يعني تقوم بعمل إرهابي كذلك في فرنسا ويمكن هذه الأمور قاعد تتوسع أكثر لكن هذا الأمر مدان من الجميع ومستنكر وأنا لازلت أؤكد بأن جميع من يقوم بهذا العمال هدفهم بالأساس ليس خدمة الإسلام وإنما ضرب الإسلام وتشوي الإسماء وهذا هو الهدف الأسمى سواء أعلنهم بأنهم مسلمين أو يتبنون يعني رايات وكلام ويعني بعض المفردات التي تتعلق في الدين الإسلام هم بعيدين جدا عن الدين الإسلام أن هذه المواقف وهذه التصرفات الشنيعة هي أساسا ضد الإسلام وتشوي الإسلام وتبعد الناس عن الإسلام وأساسا تعطي مبرر لكثير من حكومات العالم بيعني تضييق على المسلمين وعلى الإسلام وبالتالي شنو الهدف من هذه الأمور غير هو التضييق وضرب الإسلام هذا المشاهد الكرام على الموضوع الدولي وأعتقد يجب أن نبين هذا الأمر وأنا يمكن من أول الناس أول ما بدأت موضوع داعش قلت أن هؤلاء ربع داعش لا يمتون الإسلام والإسلام وبالعكس واللي يتعاطف ولا شيء جزء بسيط هو إنسان ساذج ولا يعلم حقيقة داعش هم يقتلون المسلمين أول ما يبدون في المسلمين ويدمرون الإسلام ويضربون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام وبالتالي لا يسألهم أي نفع الإسلام وبالتالي يجب أن يكون تصرفهم مدان ويجب أن نقف ضد هذه الفئة الباغية والمعتدية والتكفيرية والتي خرجت عن ملة الإسلام عمومة مشاهد الكرام هذه أبرز عنوين صحفنا المحلية كل هذه الموضوع سنناقشها ونحللها بعد قليل مع الأخ زميل محمد العجمين محمد الملك كان ودي يسولف معك حيك روح أنت طبت المقدمة لأن لحد الآن المايكات مشقال نتعمد عن طبول على العموم نرحب بالجميع وكذلك اليوم كانت حلقة شيقة من قبل زميلنا محمد الملة ويتحدثوا الأخوان فعلا بنوع من الحلقة وفعلا كان اليوم متابع هذا الموضوع دائما يكون هناك أوشاهد تسلط على القضايا المهمة اليوم ما كنا نقراها في السابقة عويد اليوم نجده أصبح حقيقة واقعة لدى الجميع فعلا اليوم كان هناك بعض القضايا ومن ضمنها قضية الرواتب تسلط على جانب مهم مرة قالوا راح يزيدوا الرواتب مرة قالوا لا لا مساس على الرواتب ويمكن حتى الأساتذ الجامعة دخلوا في قضية خفض الرواتب تالي اليوم قضية الأسعار وقضية الرواتب والقضية المالية اليوم كذلك أخذت جانب مهم جدا وخطير من قبل الصحف واليوم نقرأ بعض الأخبار المهمة وبعض ما يدور في قضية الأسعار واليوم يمكن حلقتها ستكون استكمالا يمكن أغلبها ستكون استكمالا لما تفضل بهذه الأخوة يمكن في استيديو دماء وجه لوجه ويمكن اليوم لن تخلوا هذه الحلقة عن الحلقة التي قبل قبل ما عزمينا محمد الملفظ لكن اليوم سيكون لدينا جعبة كثيرة جدا من قبل الأخبار الروات والمال وكذلك التفجير وعذب الله من قلبة التفجير يمكن أخذت من كل يوم دولة ودولة ويصبح الدماء منتشرة في بلاد العالم تحت مسمى ما يسمون أنفسهم بالإسلام وأعتقد أن الإسلام بريء منهم براءة الدم من دم ابني يعقب خلونا مشاهدي الكرام الآن نذهب إلى عنوين صحفنا المحلية اليوم الخميس ونبدأ بأول جولتنا في صحيفة الشاهد نشوف عنوين الشاهد اليوم الخميس طبعا اليوم هو يتعلق في موضوع مجلس الوزراء وموضوع البديل السراتيجي يمكنه هو العنوان الرئيسي خلونا نرى جريدة الشاهد اليوم الخميس نظام جديد للرواتب ولا مسات بمزايا الوظائف يراعي العدالة والإنصاف ويربط المكافة بالأداء لتعزيز الإنتاجية مجلس الوزراء نتائج إيجابية لزيارة السيسي المباركة طلع المجتمعين على فح واللقاءات والمحادثات الحكومة كلفت هيئة الرياضة الإسراع في خسخصة الأندية بالتنسيق مع الفتوى والجهات المعنية توجه لخفض رواتب أسادة الجامعة الإدارة تدرس إصدار هذا القرار قريبا لا فرصة لمناقشة ارتفاع الأسعار في البرلمان بسبب ازدحام جدول العمال والمدنية لا غرامات على المتأخرين بتحديث معلومات السكن موسى ومناء هيئة الفساد عينوا أقاربهم سأكشفهم بالأسماء اللي لم يرد الوزير على أسئلتي التعليمية ألغت الوزن النسبي رويعي القرار السابق خطأ إجرائي الخالد الضباط المتقاعدون شاركوا في بناء الصرح الأمني الكويت الأقل تضررا بانخفاض أسعار النفط والشؤون لا للسياسة والنزاعات الطائفية والقبلية بين المتطوعين مجلس الوزراء نتائج إيجابية لزيارة السيسية المباركة طلع المجتمعين على فحو اللقاءات والمحادثات صفحة أخرى من جيدة الشاهد نشوفها كذلك نشوف صفحة هي امتدادة لصفحة الأولى للشاهد الكويت الأقل تضررا بانخفاض أسعار النفط أولها السعودية ثم روسيا تليها لمرات عبدالصمد مسؤول التطبيق يستهينون بالبرلمان ولجانه غيابهم عن الاجتماع المقرر يؤكد ذلك سعوديان بين منفذ حادث المركز الحدود وداعش نشرت الصور رجال الأمن يدققون في هوية الآخرين اعتماد الميزانية والخطة الإنمائية ورفعهما للأمير انسجاما مع تراجع أسعار النفط عواصف سلجية تشتاح الشرق الأوسط اهدع الشركة منسحبة من بورصة تريد العودة للإدراج اغترضت 486 مليون دينار أرباح صفرية لأربع الصناديق تابعة لبنوك محلية 12 قتيلا في هجوم الرهابي على صحيفة ساخرة باريس نشرت رسوما مسيئة للرسول وسيارة ملغومة تقتل 30 شخصا في كلية الشرطة اليمنية أردقان أمر رئيس المخابرات بإطلاف وثائق تثبت علاقتي بداعش وداعش قتل 23 من القوات العراقية والصحوة لجنة وزارية عليا لمنع دخول أيبولا وذخيرة من جميع الأنواع معروضة في سوق الجمعة وفريق القوس رفعنا خمسة أطنان من مخلفات البلاستيك من ساحل صليف خاتم الإعلام تنسق مع المحافظات لتقطية الاحتفالات الوطنية وسكران يصطدم دورية نجدة في دوار جابر العليم ثلاث صقور فارسية مخبة داخل أسد وعميد الشريعة نحتاج 80 عضوا جديدا لهيئة التدريس هذه عنوين جريدة الشاهد نشوف السياسة وعساس نربطها بالشاهد نفس عنوان تغريبا الشاهد عطنا جيلة السياسة بديل استراتيجي يضمن زيادة سنوية للرواتب مجلس الوزراء تمد الخطة الإنمائية والإطار العام لميزانية الدولة ربط الزيادة بمعدلات الغلاة والمكافأة بالأداء وعدم المساس بالمزايا القائمة والعبدالله الرواتب تتزايد بمعدل 12 بالإمية سنويا إضافة إلى عشرات الكوادر والبدلات الصبيح الميزانية الجديدة تنسجم مع ظروف البلاد جراء التراجع الحاد في أسعار النفط وموسى أمتلك وثائق تثبت تورط أمنا في مكافعة الوساد بتعيين قاربهم وسأكشفهم حب صالح المنلى عشرة أيام في المركز السعدون قادمها عاصير وليس ربيعا الغانم حسمها رفع الحصان عن دشتي قرار صحيح ولا غرامات على العنوين السكن في البطاقة المدنية الصبيح حضرت لائحة العمل التطوع لا للتدخل في السياسة والمنازعات الدينية لجنة إشرافية دائمة وعقوبات متدرجة وصولا إلى الحل وأخيرا مذبح داخل مقر صحيفة فرنسية ساخرة نعش قتيلا بينهم أربعة رسامي كاركتير ارتكبها مسلحون يرجح أنهم إسلاميون متطرفون هذه مشاهدين الكرام هي يعني عنوين جريدة السياسة ومن قبلها كانت جريدة الصباح أخي محمد اليوم محمد الجزران لازال موضوع بديل استراتيجي دراسة ويكلف الجهات المعنية في الإطار يعني لحد لانا ما أشوف أن نتخذ القرار في حسم موضوع البديل الاستراتيجي لكن اليوم فقط قاعد نشوف مختطفات من ملامح لهذا البديل الاستراتيجي متى نعلم تفاصيل هذا البديل ومتى رح يطبق أعتقد يمكن قضية الرواتب وقضية البديل الاستراتيجي يمكن تحدثنا فيها في العطل العطلة البرلمانية بما فيه الكفاية لكن أعتقد بأن هذه القضية لن تحسن بهذه الطريقة هناك لجان ولجنة البرلمانية يعني الممثلة في الأقوى الأفاضل هناك نواب استمعوا في العطلة البرلمانية إلى عدة أوجه حكومية من قبل ديوان الخذبة المدنية وكذلك إلى مجلس الوزراء وأصبح هناك تضار من قبل وكذلك المجلس الأعلى للتخطيط لكل منهم وجهة نظر لم تكن هناك وجهة نظر واحدة متساوية لكن هي قضية أن هناك ربط بين الزيادة وأن سلم الاستراتيجي سينطبق على البعض ويترك الآخر أعتقد ما زال هناك يمكن عدم انسجام في قضية الرواتب والغلاء في الوقت الحالي اليوم نجد أن هناك غلاء المواطن أعتقد ويتفق مع أخو عيد في هذه القضية لا يريد زيادة في مبالغ الرواتب لأن انعكاساتها سيكون خطير جدا على المواطن والتالي ما يمكن أن يقدم الحكومة الآن إلا لطريقة تطبط الأسعار اليوم قضية تطبط الأسعار أصبحت الحكومة غير مسيطرة بل قد انفلتت قضية الأسعار ونحن نضع على سبيل المثال تنكر الماء الذي لا يستطيع وزارة وزير الكهرباء أو شيء البسيط لا يستطيع أحد الوزراء أن يضبط هذه الأسعار وهي قضية بسيطة جدا فبالك زيادة مالية وأخو عيد تتفقوا أن قضية الزيادة المالية هي انعكاسها خطير وأنت كما ترى رح نجيها رح نجيها زيادة المالية موجودة في صحيح المحلية في جدول رح أتيها على موضع زيادات بس قضية الرواتب لمساس في مزايا الوظائف وأن قضية الزيادة موجودة أو غير موجودة هذه قضية حتى في طريقة سلم استراتيجي هذه المشكلة التي يقول لك ولكن لن حرفين ما تفاصيل وللن Una مجرد ترمج السلاغ ما قى مقر، Akira مجرد sa kadar de有لڭirs وكلف الجهات المعنية بالدراسة وهذه المشكلة لو尚 جасс زياد subm 조�他們 crainted in un matter- أو أطر عاما نعم من متخلص تفاصيل الأمانية لا المواطن ولا العلمي ولا الإنسان مختص عرف في التفاصيل ولحد الآن الجزرية مقرى هذا الحديثyear الآن فقط عنوين اللي قاعد장 يكبونها اليوم موجودة في الصحيفة المحلية لا نذهب إلى فعلا لو ذهبوا النواب أو ذهبت الحكومة إلى الزيادة أشارة تعتقد أنها العكاس سيكون بهذه الطريقة الحكومة راضية أو لا تستطيع ما عندها قدرة ضبط الأسعار فالزيادة ستكون وبالعق المواطن لا 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 نناقش الزيادة السعار اليوم ما ن معلق بزيادة الأسعار مجلس الأجازيكم قاعد يناقش البديل استراتيجي للرواتب هذه الخطة المية تقصد لا 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 يكون ما من المك atline زيادة رواتب ماو ما احد مكتبه اي شي يطرح على قضية زيادة الرواتب سي اذا تم دراسة زيادة الرواتب سي تم زيادتها مثلا السلمستراتيجي هو عبارة عن زيادة الرواتب انعكاس سيكون خطير blow not ما اتفاعل هي القضية إذا زادت فيها زيادة إنعكاسها خطير لأن الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على الأسعار شي طبيعي زيادة تذكر المئة وعشرين والخمسين دينار وغير وغير وزيادة بدل الأجاب كل هذه ما فادت زيادة مني بيزيدك الدجار مني الأسعار عليك وانت الأمر هذا معروف أعتقد مسألة البديل الاستراتيجي وفي شي جديد طلع في المدرسة عندنا بديل للبديل الاستراتيجي طلعوا شي جديد المجلس العلال التخطيط كان عنده رؤية بأن البديل الاستراتيجي لا بد أن يكون لها بديل إذا ما نجح هذا ينجح الشي الثاني طيب خلونا مشاهد الكرام ننتقل إلى الأنباء ونشوف عنوين الأنباء عنوان الأنباء اليوم اعتماد الخطة الإنمائية ونظام مواضح وشامل الروات المجلس وزراء البديل الاستراتيجي سيراعي العدالة ويعزز الانتاج هذا عنوان الرئيسي وفي عنوان آخر كذلك في داخلي طبعا للأنباء فرنسة في عيش صدمة الإرهاب اثنى عش قتيلا بشارلي ايبيدو في جون بكلاشينكو في الصواريخ على مقار الصحيفة نفذه مسلحون هاتفين انتقون للرسول وداعشيون يهللون هذا ما وعد به البغدادي أدويسان لتقييم إيجار الوحدات السكنية في الخاص على أساس المثل مربع ديناران للعاصمة ودينار نص الحوالي ودينار ربع قرب العاصمة ودينار ومثين للجهارة والأحمدي ثلاث مليارات دينار فاتورة السياحة الكويتية في 2014 اثنان منها للخارج بنمو خمسة وخمسين اعتماد سبعة عشر الف وتسعمية وثلاث ثلاث ثلاثين معامل صندوق الأسرة في 2014 والرفاعي وكيلا للحرص بالتكليف العسعوسي لا توجه لفرض المعلومات المدنية غرمات على عدم تعديل عنوين السكن حاليا وصيدلية الإلكترونية في مستشف مبارك تتحكم في أربعة آلاف ماركة وثلاث عشر الف دواء هذا عنوين جريدة الأنباء ننتقل إلى الجريدة ونفس عنوين يعني الداخلية للأنباء موضوع تعلق في شأن دولي نشوف الجريدة مجزرة صحفيين داعشية تدمي باريس مسلحون يختحمون أسبوعية شارلي يبيدو ويصفون عشر من إدارتها وشرطيين الإليزيه يعلن حالة الإنذار القصوى والعاصمة الفرنسية تعود لإجواء الثمانينات فيديو لحد القتل يهتف الله أكبر ويقول قتلنا شارلي إبيدو عنوان آخر الحمود يخرب تركيبة الأندية عبر إلزامها إنشاء حضانات ومدارس أصر على رفع مساحة الاستثمار بالهيات الرياضية لخمسين ألف متر مربع مستمر في غرارات المدمرة والعشوية وغير المدروسة المجلس يؤكد قراره دشتي بلا حصانة والغانم القرار الصحيح دستوري رفعها عن النائب وموسى تعينات مشبوه في مكافعة الفساد فلسطين عظم بالجنائية الدولية في إبريل لمحكمة لاهاي وايا على جرام الحرب ودون الإحالة من مجلس نلامنا وتفجير جديد في صنعاء 37 قتيلا مفخخة تحول المتقدمين للاتحاق بكلية الشرطة إلى أشلاء هذه عنوين جريدة الجريدة أخ محمد أنا بركز اليوم أمانة على موضوع يتعلق فيه الآن يمكن شأن دولي الموضوع طبعا المجزرة اللي صارت فيه فرنسا طبعا هذه مدانة لكن أنا برمطة في إعدادات كثيرة ليس فقط الموضوع يعني ألا تتفق معي بأن هناك فعلا يعني استخبارات مخطط لا تعلم لتشوي الإسلام يعني ضرب مثلا برج التجارة شنو كان المصلحة منه ما في مصلحة فقط قتل مدنيين والرأي العام العالمي كلها يكره إسلام والمسلمين وتتخذ الجراء ضدهم اللي حصل في موضوع داعش في العراق والقتل اللي حصل لس الطريقة والأحداث كثيرة وكثيرة وكذلك قتل مدني فيه كل مكان مدان ومستنك واليوم يأتي نفس الوضع في فرنسا بهذه الجريمة النكراء والبشع واضح كأن هناك من يدعي بأنه يعني يطبق أو يدافع الإسلام هو بالأساس يعمل وفق أجندات قد تكون استخباراتية ماسلونية يعني صهيونية تعمل لضرب الإسلام من خلال هذه التصارات وأنا لا أستبعد لا أستبعد قد تكون هذه الجماعات الرهابية مخترقة كذلك من استخبارات توجهة لضرب يعني الإسلام بمقتل واليوم قاعد نشاهد كثير من الحكومات بدأت خصوصا في دول يعني تعاملها مع المسلمين والإسلام فيه يعني ود وفيه تسامح لكن بعد هذا الأحداث راح تخلي الحكومات لا يعني شوية آخر موقف صح أنتوا قاعد قتلون اليوم الصورة قاعد نشوف شون يقتلون بالفرنسي والشرطة يعني شيء مقزز أنا كمسلم فعلا يعني أستنكر هذا الفعل وفعلا والله وقف شعر راسي لما يشوف القتل بهذا الشكل وغير تصرفها طبعا داعش اللي كل يوم بحيلهم واحد بهذا الشكل يعني إنسان القتل ألا تتفق معي بأن هناك فعلا من يعمل يضرب الإسلام والمسلمين لو أرجع للتاريخ كله العشرين سنة الماضية أو أقل شيء أقل شيء يخلك ثم عشر سنة الماضية أو عشر سنوات العشر سنوات الأخيرة كلها ضد الإسلام والمسلمين شوف أنا أعتقد التصرفات من المسلمين نعم نعم من المسلمين أعتقد أن اليوم المهاجرين سواء من المغاربة أو الجزائرين الذين ذهبوا إلى فرنسا ويعني المسلمين تقريبا يصل إلى من 8 مليون إلى 8 مليون ونص مسلم وهم مؤثرين في الانتخابات سواء على المستوى البرلمانية أو الرئاسية وبالتالي أرادوا تقليص الصورة الإسلامية بدأوا بالنقاب ومنعوا النقاب في فرنسا وكان هناك حجج بأنها حرية أو لسيت إليسة حرية اليوم أرادوا تعزيز هذه القيود ووضع قيود على المسلمين هناك بشكل أو بشكل آخر فهناك منظمة وأعتقد فعلا مثل ما تفضل أخوي عويد هي قد تكون منظمة ماسونية أو يهودية تذهب إلى تشويه الصورة الإسلامية تذهب بالقتل وأن الناس خلطوا صورة دموية على المسلمين بأنهم دائما بدأت المنظمة الإسلامية والفريق الإسلامي أو التيار الإسلامي أو يربطون الإسلام بالإرهاب وهذا كلام خطير جدا الإسلام بدأ بالسماحة وله يد بيضاء على جميع الدول وكذلك الذين ليس لهم علاقة بالإسلام كانت الدول الإسلامية دائما سباقة في التعامل والتعاطي مع هذا الموضوع بالتالي اليوم نجد لأنفسنا بوابة فتحت علينا من قبل بعض الأفكار وأعتقد أن هذا هؤلاء موصولين كيف هؤلاء ينظمون تنظيم بسيط ضد ويصلون إلى قتل 12 من ضمنهم شرطيا هذا قطية خطيرة فلذلك هي ليس ضعف الجهاز الأمني الفرنسي ولكن هناك تنظيم مخترق من قبل لتشويه اليوم لا يوجد تفجير اليوم إلا نجد أنه طبيعة باسم الإسلام وأعتقد أن الإسلام بريع منه ولا يوجد الإسلام بهذه الطريقة الإسلام يعني هو يسمى بالشريع السمحة والسماحة والتعامل دائما نجد بأن امرأة دخلت على الجنة ودخلت النار شوف في حيوان هناك من دخل النار حبستها لهي طعمتها هذا هي سماحة الإسلام يعني أنه يرى بهذه القطة وبهذا الحيوان يعني منزل عليا كيف روح الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطاقة فقال الله عز وجل ورسله جبريل وقال له شاءتنا أطبقت عليهم الأخشبي شوف شوف السماحة فقال لا لعل من أصلابهم وهنا الجانب الإسلامي هذا ما نريد أن نعزه في هذه القضية هم أرادوا بهذه التصور وفعل اليوم تناقلتها على أنهم مسلمين وذهبت بها الركبة حتى لو مطلع مسلمين خلاص يعني بداية شوف العنوين يعني أنه رددهم الله أكبر وانتقون لهم الرسول هذا خلاص الغرب كله الآن وللأسف حتى أخوان المسلمين في الغرب الآن قد يعني راح يتأذون من النظرة التي راح تكون لهم من الآخرين ما يلاهمون يعني لما تكون موقف الفرنسيين لما يطلعون كيف يقتل أبنائهم بهذا الشكل شيء طبيعي الشعب الفرنسي بيثير نفس ما صار في أمريكا لما شافوا وشلون يعني القتل يصار في برج التجارة العالمي شيء طبيعي الناس تأخذ موقف هذا أي شعب في العالم لما يصير أي تفجير هابي عنده بيأخذ موقف خاصة كان مثلا متسامح هذه الشعوب متسامحة مع المسلمين ومع الإسلام وكذا وثالي يشوفون هذا قطل أخي محمد هم يقولك والله هذا يعني فتح من الله سبحانه وتعالى وبركات من الله يعني سهلت الأمور لا 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 أترك عنك يعني الأمور هذه لا تبلغون لأنهم أبعد بكثير عن التقو والأمور هذه هذه كلها يعني تعاون من استخبارات تسهل لهم الأمور وهم يكونون بالواجهة لأنهم مغفلين وسدج ويستقلون بهذا الشكل وبالتالي كثير من الاستخبارات يعني مثل ما قال أخي محمد يعني الأمور التي تتعلق في الماسونية وما استبعد حتى الصجيونية العالمية كلها تعمل لتشويل الإسلام وبالتالي تسهل هذه الأمور لهم من خطط من أفكار ودخول ويلا نفذ وبالتالي اللي ينفذ هو المسلم وتكون الصورة تجاه المسلمين حتى داعش في العراق مخترقي من البعثيين نصهم بعثيين نصهم تكفيريين نصهم يعني أهل حشيش ونصهم جايين من مرتزقة في روسيا وغير روسيا يعني شيء شيء قريب شو اللي جمح الدنيا هذه كلها لا تحلم أنا أعتقد أكثر من 12 سنة 13 سنة 14 سنة الأخيرة واضح فيه هجمة كبيرة ضد الإسلام وللأسف الشديد بسبب بعض المسلمين المغفلين والسدج والمخترقين والذين واقعين ضمن مخططات الاستخبارات اللي يعني ضد الإسلام هم قاعدين يعملون أمور ضد الإسلام قاعدين نشوف كثير من الحكومات الآن اتخذت مواقف للأسف قد تكون سلبية ضد المسلمين ضد أقليات مسلمة موجودة على أراضيها نعم وأعتقد هم دائما فيه انتخابات مقبلة في قضايا يحاولون يشوفون صور الإسلام حتى يكون هناك السقطاب اليوم منع النقاب في فرنسا بدأ بفكرة لكن اليوم بدأ يعزز بقضايا معينة عندما يحاصر المسلمين ويمنعون حتى تصل اليوم حتى في قضية سيطرح عنده في البرلمان أو ما يسمى في المجالس عنده سيطرح بما يسمى بتقليص التيار الفكري الدين سواء على المسوى المدارس شوف في السابق كانت المدارس مباحة وكانت نوع من الدموقراطية اليوم بدأت فكرة إيجاد تقليص الجانب الديني اليوم قضية النقاب يعني شيء كان يعني محبط فينا في قضية أن فرنسا تبدأ بتقليص النقاب تعرف حتى الصين الصين يعني علاقة لو نرجع للتاريخ 1500 سنة وأكثر يعني من 1040 سنة وانت جاه يعني علاقة الصينيين مع الشرق ومع الإسلام في علاقة ود وتسامح يعني بين الشعوب هذه في الصين نفس الشيء وكان الصينيين لا زال يعني نوع عن مال أقليات المسلمة في تسامح تجام صارت أحداث كذلك أخ محمد يعني تفجيرات في الصين وكذا كذا اليوم بدأت نفس الشيء الحكومة الصينية تتشدد في جوانب أخرى منعت يعني موضوع الحجاب وحتى المصانع لدينا تصنع اللبس المحتشم واللي يطلق اللحي وسبب للأسف بعض المغفلين اللي عمل يعني تقتل لي 1-2-3 يعني صين مليار وسبع مليون تقتل لي 1-2 ولا 10 من هؤلاء رهابيين يعني نظرة شيء صارت من الحكومات وهذه المشكلة الآن حتى الحكومات المساهلة مع المسلمين بدأت الآن تتخذ مواقف سلبية وانعكاسها أخطير على المسلمين اليوم نيمار يذبحون بحجة وأنهم مسلمين مسالمين لكن عن طريق تعلن العالم هؤلاء الرهابيين نعم فأعلن أنهم الرهابيين في ذلك أصبح القتل وأصبح الناس تغذى الطرب عنهم تتوقع حين فرنسيا يتعاطف مع مانيمار والذي قتلون في المسلمين حتى لو كانوا يقولون هذا المسلمين يقتلون فينا يم عود أنا لا يشغل فيهم اليوم نحن مقبلين على قضية فلسطين محتاجة إلى بعض الأصوات في مجلس الأمن نعم صحيح وكذلك في الأمم المتحدة نحن محتاجين أنا كنت أسألك هذا السؤال فعلا قد يكون هذا الأمر مرتبط في دخول فلسطين واعتراف الأمم المتحدة فيها هل له علاقة في هذا عفوا البرلمان الفرنسي عنده تصويت اعتراف في دولة فلسطين خلال اليام القادمة أسبوع القادم نعم فهل هذه العلاقة لها استخبارات صهيونية ماسونية العملية صارت اليوم هل فيها علاقة 100% نقول البرلمان الفرنسي سيرفض خلاص بعد اللي حصل مع أن هناك مطالبات أصائص البرلماني الفرنسي نحن نصوت نحن نحترف فلسطين كدولة نعم وكذلك اليوم نجد أن لا يأتي قضية إسلامية تحتاج لتعاطف دولي إلا يخرج لذين بعض ما يشوه صور الإسلام ولا أجد أن هناك منطق حتى لو تحدثون بالكتاب والسنة كما يقولون أو كما يدعون لا أعتقد بهذه الطريقة يعني القضاء على المسلمين كلما هذا كلام غير مطالب ولا تلقوا أنفسكم للتهلكة لماذا تلقوا بأنفسكم للتهلكة يعني ماذا فعلت الآن عندما تقتل شخص ولنقول أن هناك مبدأ أنه يعني أرسم هناك محاكم وكذلك لا يعنينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أكرم ولا يحتاج لمن يعني نحن الكتاب والسنة والمسلمين يدافعون عنه ولا يحتاج بهذه الطريقة يعني عندما نريد أن نحاجد وأن ندافع الإسلام لا تكون بالطريقة الدموية اليوم كم الضحايا الذين ليست لهم علاقة في الموضوع يعني قطعين الطرق وكذلك أصبحت الإسلام عبارة عن مافيا تسمى يعني سموها طالبان سموها قاعدة سموها داعش بالأخير بالأخير هي تسمى بالدم وتنطق عليها بالدم وهي لا تستحق للدم لذلك اليوم التشويه سيطول جميع الأمة الإسلامية المليار مسلم ستة سبعة ثمانية شوهوا يعني الصورة الإسلامية التي أعتقد غرق العالم بالدم والصحينا اليوم طبعا فرحانين باللي قاعد يصير لأن هذا المصلحتهم وخلاص إحنا المتسامحين وهذا ألا أشوف المسلمين الإرهابين والعرب والمسلمين هم الإرهابين هم اللي قتلون متوحشين وبالتالي الأسف الشديد يعني الإسلام يعني انتشر بالتسامح بالعدالة بالمحبة هؤلاء للأسف الشديد يعني لو بنتكلم من البكرة ما رح نخلص في هذا الموضوع لكن الأكيد أنهم فعلا للأسف الشديد قاعد يضربون في الإسلام وفي الدين الإسلامي لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نذهب إلى الوطن ونشوف عنوين وطن ونشوف المقارنة اليوم وضعتها الوطن في موضوع زيادة الأسعار وانطلق قطار الأسعار كما تقول الوطن سلع في الجمعيات زادت 26% من 26% إلى 73% على الرغم من حالة الاستنفار التي اعلنتها وزارة التجارة والصناعة سمن بقري قفز من 4 دنانير و450 فلس إلى 6 دنانير و325 والسكر من 230% إلى 400 فلس اتحاد الجمعيات لجهة الأسعار وافقت لشركات وزيادة لا تتجاوز 10% من أسباب مبررات الموفق على زيادة يجور الشحن والنقل والجمارك رئيس جمعية النسيين عممنا الأسعار كما وردتنا من الاتحاد كافكو نأمل لا تنخفض مبيعاتنا من الوقود أكثر من 20% عنوان آخر النفط الكويت ينزف دولارات خسر 10% من سعره خلال يومين تعمقت بتراجعه زيادة علاوة الأولاد طارت مصادر نيابية الحكومة كانت متجهة لاستفادة من دعم الديزل لمصلحتها والبديل الاستراتيجي لأجل غير مسمى قرامة بيانات الجواز تحتسب بعد شهر من آخر دخول للبلاد والنيابة تحجز الملة عشرة أيام وتحيله إلى المركز هذه عنوين جريدة الوطن طبعا المشاهدين الكرام من أشهر حينما بدأت الحكومة وأعلنت أنها ستربع دعم الديزل قلنا بشيء بديهي أن الأسعار ستزيد لسبب وسأل النقل والشحن وجور النقل والشحن شيء طبيعي ستزيد الأسعار وقلنا وحذرنا هذا الأمر وقلنا يعظم السم ويجماعة لا تتمهم في هذا الجار ستزيد كل الأسعار لأنها مرتبطة بالنقل والشحن لكن للأسف الشديد بدون أي دراسة صار هذا الأمر اليوم الوطن تضع المقارنة والجدل جدامك وتعليقه على هذا الأمر هذا متوفق أنا أعتقد بأن قضية رفع الأسعار أصبحت قضية خطيرة وإحنا مشكلة ليس قضية رفع الأسعار نحن المراقبة لا يوجد رقيب لأن رفع الأسعار هي بدهية ستكون موجودة إذا لا يوجد رقيب وهي عملية إبدالية إذا في رقيب لا يوجد رفع الأسعار فمو صاحبتين القضية مع بعض البعض اليوم نجد بأن قضية شسمع قضية رفع الأسعار هي قضية خطيرة الجدول اليوم قعد يتكلم عن زيادة تصل إلى الدينارين أو ثلاث دنانير يعني سكر يعني أنا أكلمك عن شكلة منذ الاحتياجات حاجات ملحة في البيت وكذلك في الأكل السمن أو الزيت كذلك قضية الجوانب الأولية للأكل اليوم نجد أن الزيادة تصل إلى من يعني على سبيل المثال أنه كانت أربعة دنانير اللي هو ألف وستمائة إجرام من السمن البقري اليوم نجد أن نفس الدنانير وثلاثمائة وزيادة تصل إلى تسعة ثلاثين ووصلت إلى بعض الزيادات إلى تسعة وخمسين خمسة وستين ثلاثة وسبعين هذه زيادات في المئة وأنا أعتقد بأن هذه ما يمكن قراءته بشكل سريع السؤال مجلس الأمة وين راح يروح فينا في زيادة الأسعار وإحنا بيناكم في الحلقة السابقة زيادة الأسعار وتقييد الأسعار النواب لا يستطيعون السيطرة عليها وإنهم أي قدرة لأنه مجلس مكبل الآن الرسالة إلى سموه رئيس مجلس وزراء الشيخ جابر المبارك بصباح قضية الأسعار لا بد لكل يد فيها كما أهدناك لا بد أن يكون هناك تقييد اليوم حلقة أخونا محمد الملة وكذلك اليوم في الأكل قضية الديزل قضية خطيرة طيب أنا بيس ركز على السمن البقري أربع دنين صاروا سد دنين والوزير يقول لك نص دينار الديزل زيادة طيب ليش ما زادوا نص دينار يعني من أربع دنين سد دنين صارت دينار زيادة أنا أسأل الوزير كذاك وين نص دينار وزير التجاري وزير تقول لك وزير ترى نص دينار ديزل ليش طيب فعل العمل للوزارة إذا فعلا تقول لك نص دينار الزيادة اللي صارت على الديزل زيني شون هذا عندي والمقارنة حطت الوطن يعني من أربع دنين سد دنين هذا السمن البقر اللي حاطي له يعني سعر معين زيادة وهي يعني من المواد الأولية إي وغض النظر يعني هو لا ضروري التحالي جمعية قال لك أنا شركات جيتني قالت لي أنا جور الشحن ونقل عندي زايدة عشان الديزل فتحال الجمعية يقول لك خلاص وافقنا له وهذا الأمر يلا يا وزير تقدر توقف يعني الأمر جايك رسمي ناس جايين رسمي يا خمحمد مو زايدين الأسعار من وراء الحكومة لا رسمي قدموا كتاب إيه قدموا كتاب عندنا جور الشحن والنقل زاد وبالتالي نزيد السلع تحال الجمعية وافق قصبا عننا ما يلا قلت لكم أنا يعني اضربت مثال تلك الخمحمد قلت لكم لو هذا بدينار زدت على رأي المصنع رفعت عنا الدعم الكهرباء الماء فرط عليه الضرائب يبحط على إذا هو ربح دينار مثلا قلت تكلف 750 وربع دينار ربح زين ضيف عليه شيل عنا الدعم الديزل شيل عنا الدعم الكهرباء والماء حط عليه رسوم زيادة كل هذا يبحط عليك وبالنهاية يطلع عليك شم يحطك دينار نصف دينارين ما رح خسر ولا فلس التاجي مرح خسر ولا فلس وليس نفس الشي التجار مو خسر رفعت عنا مدعم نعم تعالي يبا الشيح نزاد علي يلا من جيبك يا المواطن وليوافت وبينا لك الدعم الذي قدمت الحكومة للديزل ليس المعنى لمصلحة الشركات كانت القضية في قضية المواطن حتى يكون المواطن في متناول يده جميع ما يعمس حاجته الجانب الآخر أنا قاعد أقول لك تكرنا 55 فلس كان اللتر اليوم اللتر 175 فلس كم مرة زدته 300% وبالتالي 300% لذلك السعلع رح تتهب بهذا الاتجاه اليوم قضية خطيرة اليوم عندما تكون هذه الموافقة عبارة عن أمام مسمع ومرأة الحكوم واتحاد الجمعيات قاعد يوافق حتى ولم يقف لأن إذا وقف رح توقف المواطن تدريب المشكلة شنو يعني الأجبان والألبان وما شابه ذلك الشركات في الدول المجاورة اليوم يعني الزيادة ستكون بشكل خطير جدا ويمكن هي ما تمثل حاجة إلا أنهم يريدون الدعم يعني سيذهبون إلى دعم ديزل تعدون دعم ديزل أم لا أرد لكم ما رح نعبي عندكم ديزل فهذا الخطير عند حتى يتم إيقافه هو نوع من التطفيش ما في روح تعالي يعني الإنسان البسيط يعلم إذا رفعت الدعم ديزل خشي رح يزيد فتبسيط الأمور التي حصل من وزار التجارة وتبسيطها بهذا الشكل وكذلك تبسيطها من بعض أعظام يسمى بهذا الشكل أعتقد كانت الأمور راضحة جدا راح تدي الدعم راح يزيد الأسعار وإذا رفعت الدعم كذلك على الكبر المماري بالنسبة للشركات راح تزيد الأسعار أكثر وأكثر وبالتالي يعني أعتقد أعظام يسمى أمام مسؤوليات أمام الشعب الكويتي مرتون دورهم من خلال رقابتهم على أعضاء على الوزارة وبالتالي ما لهم أي حجة في موضوع أنه لا لا ما رح يزيد الآن بلدة الأمور تتضح أكثر أكثر طيب القبس اليوم عنوانها آخر الدواخص خاصة الأندية الخاص يقود مشاريع التنمية ويستوعب طالبي التوظيف وباريس تهتز واستنكار عالمي وشركات نفطية أمريكية بدأت تتعافى وحبس الملة عشرة أيام في المركز احتياطيا إحالة العيب الذات المليون إلا الجنايات وخمس وزارات على قامة الاستجوابات وإجراءات رفع الحصان عن دشري السليمة دعاوى ضد مكافحة المساد بسبب التعيين تقول القبس اتخذ مجلس الوزراء خلال اشتماعه أمس الأول عدة قرارات مهمة بشأن الرياضة من أبرز تكليف الهيئة العامة لشباب الرياضة أعداد دراسة شاملة حول خصفص الأندية الرياضية وإعداد مشاريع القوانين الوراح اللازمة لتطوير العمل الرياضي بالتنسيق مع الفتوى التشريق وكذلك اعداد مشروع التأمين الصحي للاعب المنتخبات الوطنية وكذلك اعداد مشروع كما وافق على الخطة التنفيذية لتطوير رياضة المعدة من الهيئة العامة لشباب الرياضة وتكليفه باتخاذ إجراءات اللازمة للتنفيذ موضوع في هذه الخطة أخيرا بدأنا اسمع أخي محمد موضوع الرياضة يطرح في مجلس الوزراء لا شوفه طرحه أعتقد طرح عندما كان أعتقد طرح الشيخ محمد العبدالله حول قضية بعد خسارة المنتخب الكويتي بأن هناك رؤية ستقدم الحكومة حول قضية الرياضة وأعتقد بأن هذه الرؤية هي فعلا كانت بالتجاخص خاصة الأندية الرياضية تطوير العمل يعني عمل مشاريع رياضية وأعتقد اليوم قضية الأستاذ وقضية بناء النوادي هي جانب آخر مكمل للجانب الرياضي لكن هل فعلا الحكومة جادة بأن لا تقلب هذه القضية إلى قضية مع أن تكون على تحت أهواء بعض يعني الذين يروق لهم الجانب السياسي والرياضي معا اليوم يعني إذ كانت النظرة فيها جانب مهم في الجانب الرياضي والتصعيد الرياضي أعتقد شيء مطلب لكن نحن مشكلتنا عندما يقدم المشروع الحكومي يأتي هناك محاصصات وتقسيم وهذا القانون يقتل في داخل اللجان من خلال قتل مادة أو مادته بالتالي أصبح القانون وجوده عدم نفس الشيء اليوم هناك يعني إعداد مشروع التأمين الصحي اللاعبين المنتخبات الوطنية هذا جانب مهم جدا واليوم حتى اللاعب يضمن يعني وجوده وتجواجده داخل المنتخب بأنه هناك جانب الرعاية الصحية قضية أعتقد أنها غدا ستكون أو في الأيام المقبلة ستكون واضحة ما هي الرؤية هي اليوم خطوط عريضة عن قضية الرياضة لكن أعتقد في الأيام المقبلة ستكون واضحة من خلال تطبيق الحكومة وتقدم الحكومة مشروع قانون متكامل نتمنى أن الحكومة تدافع عن وجهة نظرها لا تذهب إلى الجانب الآخر اللي هو الأرضاء أطراف على جانب أطراف خلونا المشاهد الكرام الآن نذهب إلى جريدة النهار ونشوف عن وين النهار خمسة مليارات دينار العز المتوقع للميزانية المقبلة الاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والتخطيط أقار مشاريع بسبعة مليارات دينار الإرادات المنتظرة 14 مليار دينار والمصروفات 19 مليار وسعر التعادل بين 45 و 50 دولار 548 مليار دولار رسول هيئة الاستثمار صندوق التروة السيادي حقق نمو كبيرا في موجوداته وصل إلى 138 مليار دولار المالية تدرس ربط أسعار الديزل والكروسين بقيمة النفط عالميا استهلاك بين درواتب الميزانية تزايد بواقع 12 سنويا الحكومة تتجه إلى خسخصة الاندية الرياضية الغانم قرار رفع الحصان عن ديشتي صحيح حبس الملي عشرة أيام ويحالة للسجن المركزي ويحالة 22 مخالفة سرقة مياه للنيابة هجوم داعش على مجلة فرنسية أو قاع 12 ختيلا ومسلحان هتفها الله أكبر والتربية وقف العمل بنظام الوزن النسبي هدى وزينة جمدت شرق المتوسط هذه عنوين جريدة النهاء ننتقل إلى الصباح ونشوف عنوين الصباح الإرهاب يغرق العالم في الدماء صنعاء تستفيق على تفجير دام من بكلية الشرطة أو قاع عشرات القتلى والجرح و12 قتلا بينهم شرطيان وصحفيون في هجوم على صحيفة شار إبيدو بباريس عنوان آخر بديل استراتيجي يعالج الخلل والتفاوت في الرواتب مجلس الوزراء دانا الاعتدال الارهابي على الحدود الشمالية للسعودية وشادة بنتائج زيارة السيسي البلاد نظام ماضح وشامل يراعي العدالة والإنصاف ويعزز الانتاجية والأدالة وظيفة المتميز ويغضي على التفاوز في الإجور الغانم قرار المجلس برفع الحصان عند إشتي صحيح الشؤون تسحب صالة فراح مخالفة في الصباح الناصر الميزانيات تجاوزات ومخالفات صارخة في المنح المليارية لبعض الدول طالبت بوضع مبالغ المخصصة يطالب العيسى بمحاسبة مسؤولي التطبيقي على تجاهلهم اجتماع اللجنة والتعليمية ناقشت مخترحا بديلا للوزن النسبي رجل والطفل سوريان أول ضحايا عاصفة زينة في لبنان هذه عنوين جريدة الصباح نذهب إلى خبر في صبح الأخيرة في الشاهد ونشوف أو في صبحات الداخلة للشاهد ونبي تعليق محمد عليها هي عن المواد الغذائية لكن هي دائما من المواد الغذائية مصادر الطلب من المواد الغذائية ممزل موت الغذائية مرتفعة في الوطن لا ل Ludm & 저는 في الشاهد مواد الغذائية ملابس راč عشوائية وتم مصادرتها منها عرز وسكر وخضار وفاكل وحليب وزيت وقد تكون هذه المواد الغذائية كذلك فاسدة اليوم لا يرفي من أوق Ter لا يوجد أن يذهب للغذاء فاسد أو غذاء لا يوجد أن يذهب للغذاء لا يوجد أن يذهب للغذاء و يذهب للغذاء للغذاء و كلها مضروبة هذا يعاد المشكلة يعني إليه أنها بس رخيصة يعني مواد غذائية طيب ننتقل إلى فقرة الكاركتير و نرى أول كاركتير للشاهد هذا شكل واحد نجمجينا هذا هذا قيادي قيادي مجمد من هذا قيادي مجمد؟ قيادي و مجمد الظاهر دين لا أدري لا نستطيع أن نقول اسمه لكن بالأخير هو قيادي هو صورة معروف لكنه قيادي مجمد متى يطلع من المكعب بدأ بمرحلة في المربعانية يمكن عشان المكعب طيب نرى الكاركتير الآخر لجريدة السياسة الأسعار فعلاً هي الأسعار مشتعلة جداً و منتب فهذا تجداشة مرقعة و يعني ماكو يعني يدفع لهيب الأسعار لهيب الأسعار و بالفقر باقها الفقر طيب هذا السياسة شوف الأنباء و نفسه الأنباء يعني تتعلق في موضوع ارتفاع الأنباء بس باقي تكتب عليه مدينة صباح الحمد ماذا يعني؟ باقي المطين لم يمتأثرين لا قضية مواد البناء لا أتكلم أقول مواد البناء طيب قرب عبد الله مبارك نسيم جابر الأحمد الكل يبني ما يعني أنتم؟ نحن نتكلم دائما بالمدري نتكلم عن نفسكم صوته ليس مسموح فعلا أسعار مواد البنان المواطن للأسف الشديد تبسيط الأمور التي حصل من وزارة التجارة أعتقد أنها مسألة محزنة حتى الثلاثين ألف الذي أعطيها المواطن اسمها ثلاثين ألف دفع المواطن ثلاثين فوقها هل فعلا ثلاثين ألف؟ لا ثلاثين ألف تسع وعشرين ألف وكسور لكن ما في المواد؟ تسع وعشرين ألف وكسور فعلا كانت تسع وعشرين ألف لا في نواق قدم أسئلة للوزير على الموضوع لا لا هو تسع وعشرين فعلي والرقم فعلي وفعلا الحكومة كانت تذهب إلى هذا الجانب لكن نحن مشكلة في عويد هي قضية ثلاثين يوم لإضافة الحكومة المواد مدفع ثلاثين ثانية وأصبعها ستين ألف وكل في جيب تاجر أموما أخ محمد العجمي شكرا جزيلا لك العفو بمحمد و نتمنى اليوم قدمنا شيء عن الأسعار إن شاء الله الأيام المقبلة ستتكلم هذا كله عن الأسعار مجاهدي الكرام أصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم آملا تكونوا قد استمتعتوا معنا نراكم إن شاء الله في حلقات خادمة استبدعكم الله سبحانك الله و بحمدك و بشتر الله إلا أن تستغفروا كتوب إليك السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة